تدري أنه فيه ارتباط لغوي بين اللقافة والثقافة والله مو لغوي ارتباط ثقافي وبالمعنى كذلك لكن لعل هذه من إشكالات انحراف المعنى إشكالات اللغوية أنه المعنى يعرف بسياق من السياقات أو بمعنى من المعاني لكن استعمالات الناس على مختلف الأزمنة تحرف هذا المعنى بالتالي يصبح هذا المعنى له معنى آخر مختلف قد يكون معناه مثلا حلو مهذب مؤدب لكن استعمال الناس جعله معنى يعني مختلف قليل أدب مش حلو لاحد يستعمله يعني بل إنني قرأت حتى أنه في ناس صارت توصي علاج الملاقي أنه هي مشكلة نفسية وإلى آخر وأنا أعرف هم بهذا المعنى لا يقصدون طبعا المعنى الصائب للكلمة أو المعنى الذي بنيت عليه الكلمة وإنما يقصدون معنى الكلمة بعد انحرافه استعمال الشائع اليوم يعني اليوم لو سألت أي أحد من الناس قلت له وش معنى ملقوف مستحيل يقول لك ملقوف معنى مثقف مثلا يقول لك ملقوف معنى واحد قليل أدب هذا أنا رشاد حسن وهذه أمسية جديدة من أمسياتنا نطلبكم الاشتراك في القناة ومشاركة هذه الحكاية أو الحكايات السابقة مع من تحبون وربما كذلك مع من تكرهون ولا مانع أن تتركوا لنا أراءكم وأفكاركم في التعليقات مش لا مانع يا جماعة بل فيه مانع أن تتركوا لنا أراءكم وأفكاركم في التعليقات لأننا والله بحاجة إلى مساعدتكم وإلى مساهمتكم وإلى خدمتكم لنا في تنشيط وترويج القناة والحكايات ومواضيعها كذلك يعني من منكم يحب أن يستمع إلى هذه الحكاية أو إلى الحكايات السابقة يجد روابط قنوات مذياع أو الصوتية في الوصف لكن كما جرت العادة وأنتم ذاهبون تستمعون إليها بشويش على صابعكم طيب الثقافة واللقافة نحن بنتكلم عن الثقافة اليوم طبعا أو بنسولف وندردش في هذا المجلس عنها لكن لا مانع أن نعطي لمحة عن اللقافة وما علاقة اللقافة بالثقافة قبل أن نغوص في الثقافة طبعا جرت العادة أنه من أجل أن نعرف اصطلاح أمر من الأمور في كل الحقول أن نعرفه من معناه اللغوي أن نحيط بمعناه اللغوي حتى نتأمل في معناه الاصطلاحي لأن المعنى الاصطلاحي يقوم في غالب الأحيان على المعنى اللغوي كذلك فكلمة لقافة ابتداءا لقفة أو لقفة هي معناها من أخذا يعني كأنه لما أقول لك لقفت الشيء أو لقفت الشيء أي أخذته فكلمة ثقفة ولقفة هي أصلا من المتلازمات اللفظية التي جرت العادة أنها تكون مع بعضها مثلا ما يقولون لك ثقف الشيء أي حذقه والحذق هو بمعنى أحاط به ألمه ومنها جاءت كلمة لقف أو لقفة أو لقفة يقولون مثلا رجل ثقف لقف أي رجل متعلم مطلع يأخذ الأمور ويستوعبها ويدركها ومنه قول أبو زياد رجل ثقف لقف راو رام أي رجل ذو فطنة وذكاء يستوعب الأمور يدركها متعلم والمراد طبعا أنه ثابت المعرفة عالم بها مدرك لها أو مدرك لما يحتاج إليه لما يريد أن يطلع ويتعرف عليه فلو تأملت معي الآن راح تجد الارتباط بين المعنيين لكن انحراف المعنى فصل هذه الكلمة عن الثقافة فأصبح لها استعمال مغاير وشاذ وغير السوي ولا يصلح حتى أن تستعمله أو أن تنزله منزلة الثقافة وفي حديث كذلك أم حكيم بنت عبد المطلب إني حصان فما أكلم وثقاف فما أعلم ويشيع كذلك عند الناس اليوم والله فلان مثقف ولا أنت مثقف أي أنك متعلم حذق حاذق تدرك الأمور تستوعبها مثل ما قلنا عندك ثقافة عالم غالبا أحيانا إلى حد ما يكون لها ارتباط بالقراءة أن رجل مطلع واسع للاطلاع وغالبا كلمة الثقافة سبحان الله عند كثير من الناس لعلها حتى عند عوام من الناس مرتبطة بالقراءة لأن أصلا القراءة لما نتأمل في معانيها نجد أنه واحد من معانيها أو لعله أساس من أسس معناها أنه الاطلاع المعرفة التعلم فمن هنا جاءت أو ارتبط معنى القراءة بمعنى الثقافة أما معناها الآخر وهو المعنى الاصطلاحي الشائع اللي نبغى نتكلم فيه اليوم وندردش حوله يعني هو المعنى الذي أظن يعرفه عامة الناس يعني من بالضرورة يعرف لنا فلان الفلاني حتى نعرف معنى الثقافة الاصطلاحي يعني مثلا تجري في سليقة الناس مثلا اختلاف ثقافات تلقاك لما أنت تسوي حاجة وأحد ثاني يسوي حاجة ولو كنتم من نفس الثقافة تلقا يقول لك اختلاف ثقافات وقد يكون المغزى من اختلاف الثقافات هذه أنه ثقافة البيت الواحد ثقافة الرجل الواحد أحيانا أنه كل إنسان عنده ثقافة هذه الثقافة قد تكون ثقافة شخصية خاصة به دون غيره أو ثقافة عائلية إن صحة الكلمة أو ثقافة مجتمعه قريته بلده وهكذا تكبر الثقافات وتتعدد معانيها حتى تصبح ثقافة ربما تكون حتى ثقافة عالمية لكن احنا اليوم نبغى نتكلم عن ما الذي يجعل ثقافة مميزة عن غيرها أو لماذا تتميز الثقافات ما الغاية من الثقافة ولعل من أشهر من نعرف الثقافة وشاع هذا التعريف بين الناس ولعله حتى هو من أسس هذا المعنى هو تايلور في كتابه primitive culture الثقافة البدائية أظنه ترجم يقول هي كل مركب a complex whole وأنا لا أحب حقيقة كلمة يعني من ضمن تعريفها لهذه الكلمة هي معقد كل معقد الناس يعني جرت بعض الترجمات لتايلور أيضا بعضهم ترجم complex whole إلى كل مركب وبعضهم ترجمها إلى كل معقد ولا أحب حقيقة أنا كلمة معقد مع الترجمة لcomplex يعني أظنها من الإشكالات التي يقع فيها كثير من المترجمين أنه يترجم دائما هذه الكلمة إلى معقد وفي سياق الاجتماع لا تعني معقد وإنما تعني أحيانا فوق بعضي فعلا مركب قد يجوز القول في كثير من الأحيان كذلك أنه صعبة المراس صعبة تعامل معها ولو أنه هذا بعض الناس تقول هو معنى المعقد لكن معنى المعقد دائما بمعنى اللغوي لا ينقل المعنى الاصطلاحي لهذه الكلمة أشاهد أن تايلور يقول الثقافة هي كل مركب وأنتم تفهمون من هذه الكلمة معنى أنه شيء دائما يأتي فوق شيء هذا الكل المركب يدخل فيه الثقافة الدين المعرفة التعليم حياة الناس أساليب الناس عادات الناس قدرات الناس أخلاق الناس سمي ما شئت من كل هذه الثقافة من كل هذه الأخلاق صحة الكلمة أو المعارف التي منها نكون هذا الكل الذي هو الثقافة طبعا كل هذه الأشياء غالبا تكون مكتسبة بواقع حالنا كذلك وأيضا كذلك الثقافة تكون نسبية فما ينطبق على ثقافتك في بلد من البلدان قد لا ينطبق على ثقافة غيرك قد يكون خاطئا فجا شاذا في بلد غير بلدك لأن ثقافة منوطة بواقعي وثقافتك منوطة بواقعك فبالتالي هي قد تكون نسبية من جانب وقد تكون كذلك مكتسبة من جانب آخر فلو تأملنا في هذا المعنى أنها كل مركب نجدها أصلا نتاج شيء ينتجه الناس ولا يكون إلا بفضل الناس يعني الثقافة لا تكون إلا إذا أنا وأنت موجودين إذا إحنا مو موجودين ما تكون في ثقافة كيف تكون إذا إحنا موجودين قد أكتسبها أنا منك وقد تكتسبها أنت مني فمن منا يسبق الآخر ينقل إلى الآخر هذا ثقافته يعني بالتالي هي لا تكون ولا يمكن أن يكون هذا النتاج حتى وإن كان نتاجا متراكما لا يكون إلا بوجود الناس وبفضل الناس وبصناعة الناس وعلى هذا السياق هي تكون دائما على ضربين أو على نوعين مثل ما يقولوا ثقافة ظاهرة وثقافة باطنة أو كما يشيع القول كذلك ثقافة مادية وثقافة متكيفة فالثقافة الظاهرة أو المادية أظنها واضحة من سياقها هي ما يكون ظاهرا للناس عيانا يدركوه الناس يرونه الناس في بلد من البلدان في مجتمع من المجتمعات في حضارة من الحضارات ويكون هذا في مأكلهم ومشربهم وملبسهم وكلامهم وحديثهم وأساليبهم وشوارعهم سمي ما شئت في كل شيء ترى في بلد من البلدان يكون هذا من ضرب الثقافة الظاهرة أو الثقافة المادية أما الباطنة أو المختلفة فهي تأتي دائما على خلاف ذلك وهي ما يكون في عقولهم وأفكارهم ودينهم وشيء كذا متكيف باطن لا ندركه إلا بإعمال عقولنا وأفكارنا يعني لا نرى مثل ما نرى ملابسهم وأكلهم وشربهم وإنما نحتاج إلى ما يكون أكثر من ذلك حتى نفطن إليه وهذا المعنى هو الذي يكون فيه أظن والله أعلم متعلما أو متعلما ومتوارثا يعني هذه الثقافة الباطنة أو المتكيفة هي التي تكون غالبا موروثة شيء كذا نأخذ ونحن لا نعرف كيف أخذنا تشربنا ونحن لا نعرف كيف تشربنا وهذا الذي هو يحدد سلوك الناس في مجتمعاتهم بل أظنه حتى هو الذي يحدد ثقافة الناس الظاهرة أو المادية في مجتمعاتهم لأنها دائما تكون قائمة على هذه الثقافة الموروثة الباطنة المتكيفة التي تحدد هذا الكل الواضح أو الظاهر للناس وأظن هذا المعنى معنى الثقافة الباطنة المتكيفة الموروثة المتشربة هذه أو المتشربة هذه هي اللي تحتاج إلى عناية تحتاج منا إلى فعلا تأمل وتدبر وفطنة يعني غالبا لما نقرأ عن ثقافة الناس اليوم العالم عالم مفتوح لكن ثقافات الناس مختلفة فقد يكون العالم اليوم عالما واحدا لكن ثقافات الناس ثقافات مختلفة ولا نلحظ ثقافة الناس وإن كانت بائنة ظاهرة واضحة اليوم في مأكلهم ومشربهم لكن في نوع من الثقافة أظننا لا نفط إليه إلا بالتدبر والتأمل وهو اللي حقيقة نحتاج إلى يعني إلى إلى التبصر فيه لأنها بهذا المعنى الثقافة هي الناس وأنا حقيقة أحب أن أعرف الثقافة بهذا المعنى وأريدكم أن تتأملوا معي في هذا المعنى الثقافة هي الناس لا أظن الثقافة هي طريقة الناس أو طريقة عيش الناس لا أظنها هي الناس لأنها الناظر إلى الناس يتفطن إلى ما هو أبعد من هؤلاء الناس فهو يعرف يعني إذا تأمل في أفكارهم وفي نتاجهم الفكري أحيانا وفي أدبهم وفي أخلاقهم وفي دينهم وفي هذه الأمور المتجذرة الموروثة أظنه يستطيع أن يتعرف على كثير مما يكون في مجريات حالهم وهنا طبعا نشوف معنى الاختلاف اختلاف الثقافات ثقافة البلد الفلاني مختلفة عن ثقافة البلد الفلاني ثقافتي مختلفة عن ثقافة جون ولا عن ثقافة باري ولا عن ثقافة أحمد ولا عن ثقافة محمود ولا عن ثقافة كارين ولا عن ثقافة فهذه الثقافات وإن كانت الثقافات شخصية فردية لكنها تعبر عن مجتمع بأكمله وليش طبعا مختلفة لأنني أنظر إلى هذه الثقافات المختلفة بعين ثقافتي لا بأعين ثقافتهم فبالتالي نعود إلى فكرة أنها نسبية فبالتالي قد تكون فجة في عيني إذا سوى كذا غريب لكنها من عينه من ثقافته ما أحلاها وهذا الذي هو يجعل أظن يجعل اختلاف الثقافات أمرا مقبولا في كثير من يعني في كثير من السياقات يكون دائما هذا الاختلاف مقبولا محمودا يتعايش الناس عليه وأحيانا قد لا يتعايش الناس عليه وأظن من منكم يا جماعة يسافر من منكم يدرس يعني في مثلا مبتعث أو يدرس في دولة غير دولته أحيانا قد قد لا يتعايش مع هذا الاختلاف يعني أحيانا في الأكل يعني الأكل لعله المشكلة العويصة عند كثير من الناس أنه لا يقبل أكلهم لأنه ليس معتادا عليه فتجد أنه يواجه مشكلة كبيرة جدا لما يروح البلد الفلاني ويدرس عندهم يا الله الأكل مش كويس أنا ما أستسيغي الأكل ثقافتهم في الأكل مش حلوة وهم يتلذذوا به ما أطيب هذا العيش يعني لما تعطيه من أكله يتلذذ لما تطبخ له من أكلك يعني ما هو كويس ما يصدح لا عطيني من الأشياء اللي أنا يعني ألفتها في ثقافتي والشي بالشي يذكر بالمناسبة يا جماعة أنا أعرف أحد زملائي ابتعث إلى دولة من الدول الشاهد أنه ما استطاع أن يمضي في هذا البلد أكثر من أسبوعين يقول لما وصلت إلى البلد وجدت ثقافتهم مختلفة وقال هذه الكلمة ثقافة يعني يقول وجدت ثقافتهم مختلفة عن ثقافتي طبعا تكون ثقافتهم مختلفة عن ثقافتي لكن يقول حتى مبنيهم ضيقة أكلهم يعني قليل جدا وإحنا من عادتنا أظن هذه من عادة العرب أنه عندهم سعة سعة في الأكل سعة في المكان فسحة في المكان يعني يجي كل واحد ما شاء الله تبارك الله السقف يصل إلى السماء والباب يعني يصل إلى آخر الحي البيوت وسيعة النفوس رحبة وهذا قد يكون يعني قد يعبر عن ثقافتنا لكنه قد لا يعبر عن ثقافة الناس غيرنا فبالتالي لما يجي أحد من هذه الثقافة الرحبة من صحة الكلمة إلى هذه الثقافة غير الرحبة من صحة كذلك الكلمة لا يتوافق لا يتآلف معها صاحبنا هذا ما استطاع أن يعيش أكثر من أسبوعين وذهب غير البلد إلى بلد آخر يكون رحبا كثقافته وبهذا المعنى أنتم تجدون أن كثير من عادات وتقاليد هذه الثقافة نتشربه من غير إدراكنا لا نعيه لا ندركه شيء كذا يتوغل إلينا من واقع الحال الذي نكون فيه فقد تكون أخلاقنا بعد ذلك مبنية على هذا الواقع يعني أخلاق ثقافتنا أو مظهر ثقافتنا هذه مبنية على هذه الأخلاق وهذا الواقع الذي تشربنا منه كثير من هذه الثقافات من غير أن نفطن إليها أو أن ندركها يعني مثل ما يقول هوريو هي الشيء نطبقه نعمله نحتفظ به بعدما تشربنا بعدما تعلمنا يعني يكون في أفعالنا من غير أن ندرك أننا تشربنا أصلا لكنه في أفعالي ثم بعد ذلك نواجه به الناس نعامل به الناس ويرونه الناس كذلك في أفعالنا وسلوكنا وتصرفاتنا وكلامنا وملبسنا ومشربنا وهل مجر وبهذا المعنى يا جماعة لو تأملنا فيه سبحان الله نجد أن هذه الثقافة بنوعيها الظاهر والباطن المتكيف هذا والمادي نجد أنها على ضربين كذلك ضرب بالتاريخ يعني نأخذه نرثه بالتاريخ من ثقافتنا وديننا وعاداتنا وعادات أبائنا وأجدادنا وكل تلك السياقات التاريخية التي حدثت في الماضي تشكل عندنا شيء من هذه الثقافة أو تبني هذه الثقافة تؤسس لهذه الثقافة وضرب يكون بالمعاصرة إن صحة الكلمة يعني معاصر يكون ما عندنا من معطيات سواء كانت هذه المعطيات معطيات شخصية معطياتنا أحنا علمنا المرحلة وعلمنا فيها وإن وصلنا اطلاعنا ثقافتنا أو تكون هذه الثقافة مبنية على هذا الاطلاع على هذا العلم على هذا الدين على هذه الأخلاق التي هي عندنا من معطيات اليوم الواقع وهذه الثقافة المعاصرة هي التي تؤسس لثقافة المستقبل فلما نصي المستقبل نقول كانت عندنا ثقافة الماضي والآن عندنا ثقافة المعاصرة فكأنها أصلا متصلة ممتدة لا تنقطع وأنا صراحة يا جماعة دائما أحب أني أتأمل في ثقافة الواقع اليوم الثقافة المعاصرة اليوم وأكبر وأجل وأقدر هذه الثقافة التي تكون دائما متصلة بتاريخها متصلة بماضيها والثقافة لا يمكن محوها فصلها وعزلها عن هذا الماضي لأنها أصلا تراكمات لكنني أحب هذا العقل المدبر هذا الإنسان المدبر الذي ينتج كثيرا من ثقافته بما يكون من معطيات واقعه اليوم فهو يربطها بالماضي يصلها بالماضي لكنه لا يغفل لا يهمي المعطيات هذا الحاضر الذي يعيشه الذي يكون فيه فبالتالي إذا أنتج شيئا ثقافيا جديدا تجد فيه هذه الصبغة تجد فيه هذا اللون لون ماضيه لون حاضره لون تاريخه حتى تجده واضحا في ثقافته الباطنة يعني وإن كنا اليوم قل ما اليوم نميز هذه الثقافة الظاهرة لكن قد تميز ثقافة الناس الباطنة بأفكارهم بإنتاجهم بحديثهم أحيانا وهذه الثقافة المعاصرة التي تكون مبنية على هذا التاريخ على هذه الثقافة على ثقافة الماضي ويكون فيها تراكمات من هذا الماضي ومعطيات الواقع لأنها مبنية أصلا على معطيات هذا الواقع وتفاعلاته أظنها هي التي تدوم وإن لم تدوم في ثقافتنا في داخل ثقافتنا هذه هي التي يلحظها الناس من ثقافات مختلفة والإنسان بطبعي سبحان الله ينتبه دائما لما يكون في ثقافة الغريب الآخر قبل أن ينتبه لما يكون في ثقافته لكن أظن إحنا محتاجين اليوم أننا يعني نلف العدسة شوي وننظر إلى ما يكون في ثقافتنا وما يكون من نتاج مرتبط بالماضي ومرتبط كذلك بالحاضر يعني نحتاج اليوم أن نشوف إحنا وش عندنا كيف نجعل ما يكون عندنا مبنيا على ثقافتنا الماضية وليس مبنيا على ثقافة أخرى غير هذه الثقافة الماضية لأن دائما الصورة أقوى من الباطن ولو كان الباطن فعلا يغلب الخارج لكن الصورة المرئية من النظرة الأولى تكون دائما مبنية أصلا يبني عليها الناظر اعتبارات كثيرة جدا بالتالي الصورة صورة الثقافة يجب أن تكون صورة بارزة واضحة في أدب الناس وتعاملاتهم وإنتاجاتهم الفكرية وإنتاجاتهم المعرفية وإنتاجاتهم الأدبية يجب أن تكون صورة بارزة واضحة لأن بها نستطيع أن نجعل هذه الثقافة ثقافة متصلة يعني غير منقطعة لأن لو ما عندك ثقافة ظاهرة أنا ما أقدر أشوفك حتى لو كانت ثقافتك الباطنة ثقافة رائعة حلوة ثقيلة عميقة يعني فيها سمي ما شئت فيها إن لم يكن ثوبها واضحا عليك فأنا لا أستطيع أن أراها أظن أسمى عمل يا جماعة إحنا محتاجين نسويه اليوم وضروري نسويه اليوم هو أن تكون هذه الثقافة متسقة وممتدة بنسق ممتد من الماضي إلى الحاضر يعني كل شيء نتعلم علمنا طلاعنا تجاربنا عاداتنا تقاليدنا ما نراه اليوم من ثقافات هذا العالم المختلف يعني نشوف أشياء جميلة أشياء ليست جميلة نقرأ أشياء جميلة ونقرأ في المقابل أشياء ليست جميلة كل شيء نتعلم محتاجين أن نجعله يصب في مصلحة ثقافتنا في ظاهرنا يعني يكون هذا واضح في إنتاجنا يكون هذا واضح في تعاملنا يكون هذا واضح في حديثنا يكون هذا واضح في كل ملمح من ملامح حياتنا أن نحافظ على هذه الصورة الثقافية التي هي تمثلنا والتي يكون ثوبها هو ثوبنا فعلا مش ثوب أحد آخر إحنا لبسناه وإنما هو ثوبنا فلما أحد يطلع إلى هذه الثقافة يعرف أن هذه الثقافة صحيح مبنية بمعطيات الواقع اليوم لكنها أيضا متسقة مرتبطة بهذا التاريخ وهذا الماضي الذي شكل كل هذه الثقافة التي نكون فيها اليوم فأنا اليوم محتاج أني أكون رجل ثقف لقف ولعل كذلك محتاج أن تكون رجل ثقف لقف لكن مطلع مدرك بثقافتك هذه ولقف إن صحت وجازة الكريمة بهذه اللقافة نحتاج أن نستوعب كل شيء أن نأخذه فعلا نقبضه يعني ونطبقه كذلك على ثقافتنا أو على علمنا على ما يكون عندنا من نتاج اليوم لتكون هذه الثقافة هي ثقافتنا التي نؤسسها في هذا الحاضر باستنادنا على ذلك الماضي لكنه للمستقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر